اشتركوا في القناة لكن ما عشنا فيها لأجلها ما عشنا في الدنيا لأجل الدنيا عشنا في الدنيا لأجل الابتلى عشنا في الدنيا لأجل الاختبار وإذا كان العقل المسلم الواعي الذي يعرف هذه المعاني أنه يعيش في الدنيا للابتلى والاختبار فهو رجل باحث عن ثواب وخائف من عقاب أما غير المسلم الذي ما عرف معنى الشهادة لله ولا عرف معنى الشهادة لنبيه فهذا مخلوق مستغفل لا يدري بالثواب ولا يدري بالعقاب يدري بالثواب من حيث الجوائز والمراتب والشهادات والنجاح في الدنيا بما يأراه من مظاهرها ويخاف من العقاب من القوانين ومن الحكومات ومن أشبائها وأمثالها ومما يجري في حياة الأمم وعنده العقاب والثواب محصور بالحياة لكن نحن المسلمين لسنا كذلك نحن المسلمين كل نفسنا تنفسه في حياتنا وكل كلمة ننطق بها نعتقد ونؤمن أننا مسؤولون عنها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نحن أمة مراقبة شديدة بأمر الله تعالى لأجل أن تحصى علينا الأنفاس تحصى علينا الحركات وتحصى لنا أو علينا كل الطاعات والعبادات التي دعينا إليها على تلك اللسان المشرفة لسان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فصرنا شعوب مكلفة هذا معنى التكليف وهذا معنى التشريف أمة مكلفة وأمة مشرفة فارتفع مستوى الأمة المحمدية بما كلفها الله وارتفع مستوى الأمة المحمدية بما شرفها الله بصرف النظر عن من يتشرف الآن بالعالم الثاني مما فيه من مظاهر المادة ومظاهر الحياة وهي مظاهر بلا شك نافعة لكنها لا تتجاوز مستوى النظرة المادية والنظرة العقلانية المجردة شكرا جزи اشتركوا في القناة